على فرضية النوايا والمشاعر تضع ايران مصيرها السياسي مع امريكا على رأس الردود المتلكئة في الاوينة الاخيرة او كما يشبه مراقبون على انها لعبة العصى والجزرة التي تجيدها ايران متغيرة في كل مرة بموقف رسمي لها للتعامل مع الامريكيين ومحاولة المواربة للخروج بما يرضي سياستها في المنطقة يجب خامنئي تقييم نوايا الولايات المتحدة حول رفع العقوبات على ايران ويضع شرطا على ان يحدث هذا قبل اية مفاوضات بين الطرفين مؤكدا ان بلاده اوفت بجميع التزاماتها تأكيده جاء وحيدا فالامريكان والاروبيون فعلوا كذلك لم يؤكدوا التزام ايران الكامل لكن طهران تغير حديثها السابق الذي جاء على السنة مؤيديها انها كانت تنتظر لحظة التقاط الانفاس بغياب دونالد ترامب جاء بايدن فتغيرت المواقف كذلك فعل بايدن وغير مسار اللعبة من جديد فهو لا يريد لسياسة امريكا تمرين الاتفاق النووي بدرجة مئة من مئة اذ وجه حديثه مباشرة دون مواربة كما تفعل طهران يتحدث بوضوح تام معلنا انه على ايران الالتزام بالشروط كافة ثم الاتقال الى خطوة الحديث عن الاتفاق النووي في الحالتين فان العقدة في المنشار هي عنوان المرحلة غير ان اعلان بايدن الاخير عن ضرورة ايقاف الحرب في اليمن وازالة الحوثيين من قائمات الارهاب يقرأ برضا ايراني ما يفتح مخاوف عودة طهران لسياساتها في الشرق الاوسط وعودة تصفية حساباتها بما يوضع في مربع التوتر من الايام المقبلة حول ما هي تلكشف عن وضوح في علاقة امريكا بطهران وفرض الشروط عليها لكي لا تعود لصناعة الحرب كما يحدث في اليمن او تدخل اذرعها في العراق